بالنسبة ليه مسألة الرقية ان حرك بترقي نفسك بأيديك وبتحس ان انت بتتاوب كتير جدا فبتقول انه يعني انا انا ما تلتفتش لمسألة التساؤب وتستعز بالله من الشيطان الرجيم والنبي عليه الصلاة والسام كان اذا اوى الى فراشه نفت في كفاي انه بيقرأ آية الكرسي والمعوذات وآية الكرسي ويقرأ المعوذات القل هو الله احد قل اعوذ برب الفاق قل اعوذ برب الناس في كف ويمسح بها وجه وما بلغت يداه من جسده فده المفترض ان احنا ما ننسهوش التحصينات نحصن نفسنا دايما فانا عايزة حركة بس تداوم على التحصينات واسأل الله سبحانه وتعالى انه يفتح لك من الخير ابوابه ويسر لك في الارض اسبابه ان شاء الله ويغنيك من حيث لا تدري ولا تحتسب اللهم امين اجمعين